من تهديد مستمر للسيادة يثير غضب الشارع العراقي إلى تهديد جديد تحت ذريعة ضرب مقار أحزاب معارضة لإيران تثير تهديدات الحرس الثوري امتعاض العراقيين لنظرة استعلائية من طهران تفوق لغة الدبلوماسية مع بغداد والغائبة كثيرا في حسابات التعامل بين البلدين إذ تحمل هذه المرة لغة الضرب لمواثيق واتفاقات بين البلدين في الأمن والحدود في إقليم كردستان التي وصل إليها تحذير الحرس الثوري بصيغة نفاد صبره على تسلل عناصر من أحزاب معارضة يصبح مصير سكان المناطق المستهدفة تحت خطر القصف الإيراني أمرا لا مفر منه حدث هذا ويحدث على يد تركيا التي تقصف قوات حزب العمال الكردستاني الدولتان لهما أسباب وذرائع فيما العراق له حق السيادة على أرضه التي تنطق بها بغداد وحكومتها المركزية كما هو الحق المحفوظ في قيادة كردستان الضربة المرتقبة وإن نفذت على الأرض ترى بعين التحذير لتداعيات قد تهز احترام العهود بين العراق وجارته تلك الجارة التي تستفز بتجاوزات من بينها التجاوز على سيادة الأرض وسيادة المياه على سبيل المثال للحصر تطورات وأحداث أمنية تدعو بغداد لاتخاذ موقف حاسم يضع الأمور في نصابها الصحيح ويحقق معادلة التشاور والتنسيق مع قيادة البلاد الأمنية والسياسية خشية تفاقم المشهد الأمني الذي يرسم حالة سوداوية تثير قلقا عاما بمحاولات ركوب موج الذريعة الإيرانية الجديدة ومعاودة مسلسل الهجمات الكاتيوشية أو الصاروخية التي تنفذها أيضا فصائل خارجة على القانون موالية لإيران كما يراها المراقب الدولي على وجه الخصوص